بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جمهير الأهل العظيمة جمهير أعظم نادي في الكون أهلا مرحبا بكم وحلقة جديدة من الستوديو التحليلي والنهاردة محطة جديدة وبطولة جديدة للنادي الأهلي الساعي لكسب إن شاء الله كل البطولات نهاردة بداية بداية دور المجموعات في بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدولي مباراة مهمة جدا مباراة النادي الأهلي ومدياما بطل غانا في افتتاح مشوار النادي الأهلي بدور المجموعات زي ما قلت لحضراتكم واللي النادي الأهلي بيحمل لقابها لقاب دوري أبطال أفريقيا تقام النهاردة إن شاء الله المباراة في استاد السلام هتقول لي ليه ما بتقامش من استاد القاهرة زي ما مستر كولر سأل مبارح قالوله بسبب إن في بعض مش الإصلاحات ولكن يعني الاستاد مقفول عشان بيحطه بزور شطوية بزور شطوية للفترة اللي جاية إن شاء الله مباراة مش هتبقى سهلة يمكن إحنا شوفنا مبارح بداية مشوار دور المجموعات وشوفنا يونج أفريكانز وهو بيلاعب شباب بلوزداد في الجزائر وشوفنا شباب بلوزداد كسب 3-0 فالنهاردة النادي الأهلي عايز يعبر عن نفسه عايز يبتدي إحنا بقالنا 3 سنين تقريبا آخر 3 دورات أو آخر 3 دور مجموعات أفريقية لما بنقش فيها بنطلع في المركز الثاني لدرجة نحنا قلنا إيه هو المركز ده مش بتاعنا بس إحنا بقينا نتفائل إن إحنا بنتلع في المركز الثاني فبنوصل فاينل وبناخد البطولة ولكن لا إحنا ما تعودناش على كده إحنا عايزين نحسمها من البداية البداية مهمة جدا 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 زي ما قال مستر كولر امبارح المؤتمر الصحفي وزي ما قال رامي ربيع امبارح المؤتمر الصحفي البداية مهمة جدا للجاي عايزين السنة دي من البداية نتصدر إن شاء الله عشان ما يحصلش زي كل سنة بنفضل مستنين لحد آخر مباراة مستنين هدية من عند ربنا لا السنة دي إن شاء الله النادي الأهلي ولعبته وجهازه الفاني بتوفيق ربنا قدرين إن شاء الله إن إحنا نحسمها من البداية ونحافظ على اللقب بإذن الله رب العالمين اللي إحنا محتفظين بأرقام القياسية